بيكمل الأدمن الإخواني بيقول هي اللجان الإلكترونية هتقبض من الجماعة ولا من عبد الرحمن أبو دية أبو عامر بيسأل بيتساءل تساءل مشروع بيني وبينكو بيقول اللجان دي اللي عملها السعداني هتقبض من فلوس الإخوان ولا من فلوس أبو دية يا أستاذ سعداني عشان نعرف بس عشان نعرف محاولات التشويش على عقول الأفراد هتتم بمال حلال ولا اوبس واخد بالك يا أستاذ روماني بيسأل بيقولك النبي يقول لنا يا سعداني اللجان اللي انت عملتها دي هتقبض من الجماعة فيبقى المال حلال من وجهة نظره ولا هتقبض من عبد الرحمن أبو دية أبو عامر فيبقى مال حرام طب مين أبو عامر ده 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 اللي بيقبض مكملين والشرق وكل البرتيتة اللي بره ده ايه ده يعني الإخوان رأيهم ان مال أبو دية مال أبو عامر اللي بيقبض كل الإعلامين اللي بره مال حرام وبتعترفوا كده في الجروب وبيتكلموا عادي يعني شغالين الألمين اللي بره مال حرام طبعا يعني أنا لما كنت في الجروب وشفت الكلام ده وانا هناك طبعا اتنفط ده يعني هو من وجهة نظره من مال الجماعة حلال لكن مال أبو عامر مال حرام تخيلوا كمان يعني اللي هو فالراجل بيسأل اللي جان اهو سكين شوت اللي جان اللي عملها السعدان الجديدة يعني اللي عملها دي هتقبضها من مال الجماعة اللي هو حلال من وجهة نظره طبعا مش حلال لا ولا هيقبض من مال أبو عامر اللي هو من وجهة نظر الإخواني ده الأدمن مال حرام احنا بقى اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ما ذكره دكتور فخر أبو عواد فيه دراسته اللي بعنوان الإخوان المسلمون الانشار العالمي ومفهوم البيعة والولاء ليه بقى انا اجبتلكم الاسكين شوت ده عشان مفهوم البيعة والولاء يعني انا مش جبته بس عشان فضيحة مال أبو عامر اللي بيموت كل الالام كل اللي بره بيبض من أبو عامر انه مال حرام لا لان اللي جان اتعملت عشان تهلل والطب اللي بايع منير عشان مفهوم البيعة والولاء عندهم مؤمن نقلا عن مرشد الإخوان مصطفى مشهور وكيف تستخدم العطفة ده وضحنا الحلقة اللي فاتت في كل مراحل التجنيد أو مراحل صناعة الزومب الجديد هنكمل بقى مع الباحث في الحلقة دي اللي قال ايه بقى لقد توطرت التجارب الشخصية المنقولة للعديد من أفراد الجماعة مع ما كتبه مصطفى مشهور ففي الساحة المصرية على سبيل المثال تستمر المرحلة الأولى خلي بالكوا جماعة دي مراحل صناعة الزومبي تستمر المرحلة الأولى بين عدة أشهر وسنوات يصبح النصير الطامح محبا تابعا فيلتحك بأسرة جانبية على جنب كده تلتقي بانتظام لتراقب التزامه الديني والفكري بالتوازي مع تسقيفه وضبط معايير سلوكه خلي بالكوا ده كلام المرشد مشهور لأن تسقيفه دي تحتها مية خط ده هما مش بتسقيفه ده هما بيردعوه الأفكار الإخوانية مش تسقيفه في المطلق ده هما بيأكلشه ومخه بيبرمجوه أو هو بيوضحه مع تسقيفه وضبط معايير سلوكه بما ينساجم مع معايير الجماعة لو بيقعد بقى ايه يطبع عقله كده ويردهله على البارد وعالسخر بما ينساجم مع معايير الجماعة ثم يزكى المحب الناجح ليكون مؤيدا لفترة أخرى لا تقلع عن سنة يقعد سنة كده يلين فيه ويطبع له عقله سنة له تمام لين بيتطبع بيتردع البارد يبعد المرحلة الأولى يخش المرحلة الثانية يكلف خلالها بإنجاز واجبات دعوية معينة وبأن يكمل منهجا تعبويا أكثر عمقا يتصل بكتابات مؤسس الجماعة لازم بقى تعمل بحث كده عن كتابات ورسائل مؤسس الجماعة درس الخط ثم يرفع المؤيد ليفل جديدهو ليصبح منتسبا يا سلام يبقى كده حلو في نفسه كده عبد المنتسب في فترة قد تستمر عاما هذه سنة كمان إيه وهي الخطوة الأولى نحو العضوية الكاملة طبعا العيل ساعتها يبقى نفسه يبقى إيه عضو كامل كده بقى معاك أنه أخ عامل فيعني بيعاد المراحل دي وخطأ اللابس في النقطة دي يا شهد رماني فيه خطأ فيه فيه كارثة فيه جريمة كبيرة اللي هو إيه بيدي له واجبات تصلي كذا وقيام للكذا وأذكار كذا ولازم يجي آخر الأسبوع يقول لك عمل إيه ومعملش إيه ساعتها فبيتتحول العبادة بدل ما هي تقرب للربنا سبحانه وتعالى وصلة بين العبد للرب ليه وسيلة إني أتحول من محب المنتسب لأخ عامل بقى وتحت مني شوية ناس إخوان زومبيين بشغالهم فمع الوقت تتحول العبادة بدل ما هي صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لوسيلة أنك تترأى داخل الجماعة ثم يرتقي إلى منظم لعامين آخرين يبقى منظم بقى يا أستاذ رماني يعني هو يبقى محب منتسب منظم عارف أنت حداك المنظم بتاع الأنبيب يا أستاذ رماني يقول لك عليه منظم جبت المنظم بتاع الأنبيب هو يبقى منظم كمان بعد أن إيه بقى يرضي نقيبه نقيبه يرضى عنه أنا هاخدك منظم يعني مش هاخدك رحلة للغداء رضي المسؤول عنه نقيبه ده اللي هو المسؤول عنه انبسط منه تعال أنا عينك منظم وقبل أن يتمكن من التقدم إلى المستوى النهائي الأخ العامل خلي بالك ده دي رحلة يا رب يقبلوني بقى أخ عامل لو ماشي المشوار ده وخايف أن مسؤوله ينطره أو يدايق منه في أي لحظة من اللحظات فيرفضه يستغني عنه يعني ترجمة نانسي قنقر